ليس ضيفا من ضيوف الدوانية انه عمود من اعمدة الدعوة الشيخ عتيك العتيك ابو سلمان حياك الله ابو سلمان الله يحييك يا لاب ابو سلمان هذه اول كلمة لك اول لقاء مع شباب الدوانية لا لا سبق كان لك لقاء اي نعم حسيت في تطور بالنسبة للحضور بالنسبة لطريقة التعامل مع المعطيات الدوانية والمواد المقدمة فيها والله ما شاء الله ولاحظ انه ما شاء الله الحضور اكبر والنشاط الحضور ايضا اكثر ونشاط الشباب المشرفين فيه اكثر ما شاء الله تبارك الله شيخنا في عين دائية وبرؤية انسان عاصر الشباب ومجتمعات الشباب ما هو الشيء اللي تتمناه ان يكون موجود هنا بالدوانية او يكون فعلا موجود وتتمنى تطويره الى الافضل والله الحقيقة انا اشوف ما شاء الله الشباب ما تركه ولا كما يقول غالي ولا نفيس ناجر يقدموه للدعوة وللشباب لكن الحقيقة لعل تكون هذه الديوانية يعني ان شاء الله نواة قناة مستقبلا فضائية يكون فيها نفع ان شاء الله متعدل لانه الآن زمن زمن اعلامي فلعل تكون هذه الديوانية ان شاء الله نواه بذر المستقبل ان شاء الله اعلامي اكبر واكثر ان شاء الله طيب شيخنا موضوع كلمة تتمنى طرقه داخل هذه الديوانية سواء كان خاص بالشباب او بالمجتمع او بالمتواجدين هنا والله الذي اتمنى الحقيقة ان يكون يعني الامر لا يتوقف على الشباب فقط الذكور يعني المجتمع قسم الى قسمين ذكور واناه فالقسم الثاني المجتمع يحتاج الحقيقة من يلتفت اليه يعني مثل هذه الديوانية المباركة لو كان فيه مكان متسع اكبر واكثر بحيث انه يحتوي عدد من الفعاليات بدل ان تكون متوقفة فقط على الشباب من الذكور ان يكون الامر متعدي الى نقول الضفة الثانية تقصد يا شيخ يعني بنفس الديوانية الثلاثة او يوم اخر اسواء كان في ديوانية الثلاثة او غيره لكن تكون من الفعاليات التابعة للديوانية او للمركز امر يتعلق بالنساء لانه يستحقن يعني لنكون صادقين النساء الآن تجد انه منشغلات في التربية لا شك انه اهم شيء التربية وغيره من اعمال البيوت اذا لم تجهز المرأة للمستقبل لتكون مربية على مستوى من الثقافة والعلم والدين وتدين يعني سيكون لا شك المستقبل فيه هشاشة فلابد ان يهتم بهذا الجانب الحقيقة احد الحضور شيخنا اثنى على وجود بعض المواقف مشاركة الجمهور في بعض الالعاب القفيفة بعض المسابقات بعض الاسئلة بعض المشاركات وحصلوا على جوائز رمزية تؤيد هذا الشيء او تؤيد الصبغة العلمية على الديوانية لا 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 هذا يعطبا اذا اردنا نتكلم عن مسألة علمية لكل مقام مقال هذه الجهة وهذا المكان والديوانية انها موعدة للدعوة ونطاق الشريحة الاكبر والاكثر هنا في المجتمع ليس طلاب علم انما شريحة الشباب اللي ليس من اهدافهم طلب العلم الذين ليس من اهدافهم طلب العلم هؤلاء هم الشريحة الاكبر فاعتقد انه الدعوة الى الله جل وعلا خاصة مع هؤلاء الشباب تحتاج الحقيقة الى ننزل الى مستوى يليق بهم لاهتماماتهم وان يكون فقط الصبغة للمسألة اما علمية او انه ربما فقط وعضية فقط يكون فيها ركود شوي لكن الجوائز والهدايا والمسابقات تفعل الشباب تحركهم تحرك الشباب طيب شيخنا كلمة توجهها الى رواد الديوانية عن طريق الشبكة العنكبوتية طبعا يبشروننا الشباب ان الموقع الديوانية على اليوتيوب اخذ مليون وستمائة الف مشاهد من مائة وخمسة واربعين دولة حول العالم كلمة توجهها لاخواننا عن طريق هذا الموقع والله اقول هذا الان ان شاء الله باذل الله نتمنى ان يكون هذا يعني هذه الجهة وهذه الديوانية يعني نوات لنشر العلم الصافي او الدعوة لله جل وعلا الخالية من الشوائب يعني تعرف انه يعني الدنيا تموج بكثير من الافكار وكون هذا الحقيقة المعينة الصافي البعيد عن مثل هذه المشاكل سواء كان في عقيدة او في غيرها ان يجتهدوا في المتابعة وفي السماع وفي الانصات ولا يتوقف عند المسألة الى السماع انا اذكر احد الشباب كان له موقع من مواقع الانترنت الرجل ليس بيطالب علم ولا وصل الى مرحلة ان يتحدث امام الناس او ان ينصح او يوجه او يذكر لكن كان من اهتمامه نقل مثل هذه الفوائد الى موقعه فاستفاد منها عدد كبير فوق الالف من الذين استفادوا وكانت هداياتهم بسبب هذا الشخص فانا اقول الدعوة الى الله جل وعلا الان عبر هذه الوسائل وسائل التقنية الحديثة الان اصبحت في كل يوم نجد شيء جديد من هذه الوسائل اقول الان ليس لأحد حجة ان يقول اني لا استطيع ان ادعو الى الله سبحانه وتعالي فهذه المواد الموجودة في الانترنت سواء كان في اليوتيوب او في غيرها تستطيع بضغطة سر ان تحملها وان توزعها على غيرك فيستفيد منها غيرك وربما تكون سواء هدايا لرجل او لامرأة تنال منها الحسنات والبركات الى يوم القيامة فلربما انت في فراشك او في قبرك ومن الناس من يركى فيكون لك مثل ركعته ومن الناس من يتصدق فيكون لك مثل صدقته ومن الناس من يدعو فيكون لك مثل دعوته ومن الناس من يكونوا عالما داعيا الى الله سبحانه وتعالى لا شك اننا من ثمرات هؤلاء الحمد لله نشكر لك فضيلة الشيخ هذه الوقفة وهذه الكلمات نشكر لكم ايضا اخواننا وسنكون في تغطيات مباشرة من الديوانية ديوانية حي الفايزية ديوانية الثلاثة الشهيرة شكرا لكم